لو سلم الإمام قبل إتمام الصلاة أيضا لا أتابعه الصلاة الربعية والإمام جاء من في الثالثة ورح قاعد آي للتحيات ورح مسلم لا أتابعه في ذلك لو زاد الإمام ركعة خامسة أيضا لا يتابع الإمام في الزيادة والعجيب أنك بتجد البعض يقول لك إيه إنما جعل الإمام ليؤتم به يبقى لازم لو الإمام أمل ركعة خامسة أتابعه لا نقول لا إنما جعل الإمام ليؤتم به في الصواب أيوة في الصحيح أما هذه الركعة ركعة لاغية وكان بعض إخوانا زمان يجادت بهذا الحديث أنني لا بد أن أتابع الإمام إذا ما قام إلى ركعة خامسة هذا ليس بصحيح لأنك تتابع الإمام في الأمور الصحيحة أما هذه الركعة ركعة لاغية فلا بد للإنسان إيه إذا ما قام الإمام للخامسة أن يكون لي أمر تاني إما أن يجلس هو يقول التحيات تشاهد ثم بعد ذلك يسلم وإما يبقى نوى المفارقة تماما وإما أن يجلس في مكانه ينتظر حتى يفرق هو الإمام في اعتقاده أن دي الرابعة ده صحيح في اعتقاده أما لو اعتقد أنها الخميسة بطلة صلاة الخميسة وكبروله وسبحوله ومنزلش لا الصلاةة بطل ولكن هو معتقد أن هذا الرابع خلاص يعني إذن اعتقاده كما هو والصلاة بتاعته صحيحة إلى أن يجلس يجلس يقول التشاهد وبعد كده هنسلم معاه ولو سجد للسهو سأسجد معه للسهو فهذه هي الحالة أيضا التي لا أتابع فيها الإمام يعني هو في الحالة دي أنا ليه طريقين نعم ممكن أغادر أو أفارق وممكن أستنى أععد كده لحد ما هو اعتقاده أنه في الرابعة نعم مع أنه في الخمسة حتى يصل إلى التشاهد يصل إلى التشاهد وأنا ما زلت على هيئة التشاهد وأنا أعت أدعو أن شغل بالدعاء حتى يقول التشاهد ويه ويسلم أسلم معه وإذا السجد للسهو أسجد معه للسهو كده أجزتكم